بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا حول معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة ذكرنا في الحلقة الماضية معلمين وهما أن الثقافة الإسلامية منشأها رباني وثانيا أن هذه الثقافة تنسجم مع فترة الإنسان وإنسانية الإنسان وطبيعة الإنسان في هذه الحلقة نتكلم حول معالم أخرى من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة المعلم الثالث من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة هو شمول هذه الثقافة لجميع مناحي الحياة الإنسان له حالات مختلفة جسدية وله حالات مختلفة اجتماعية وله حالات مختلفة سياسية وعلى كل حال كل يوم في حالة وفي كل مكان في حالة وقد يبتلى بمختلف الأمور الثقافة الإسلامية هذه ثقافة منبسطة على كل مناحي الحياة من المهد إلى اللحد وكما ذكرنا في بحوث أخرى من قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة والوضع في القبر هناك نظام متكامل لكل شيء إما بشكل جزئي مذكور أو بشكل كل وعام ورسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير من السنة العاشرة من الحجرة في رجوعه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في منطقة خم غدير خم حينما نصب أمير المؤمنين وقالي بن أبي طالب للخلافة من بعده في قضية الغدير الشهيرة خطب خطبة وهذه الخطبة نقلت أو نقل أجزاء منها في بعض الكتب من جملة ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه في حديث آخر أن الرسول بيّن كل شيء حتى أرشى الخدش حتى الجزئيات أيضا بيّنها وإذا الإنسان يراجع القرآن الكريم وصنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام يجد هذا الأمر جليا بأن هذا النظام هذه الثقافة عامة لجميع مناحي الحياة وهذه من ميذات الثقافة الإسلامية لأنه كثير من الأحيان الإنسان في بعض الجوانب ليس له عادة وليس له تقليد وليس له طقس وليس له فكرة فحينما يبتلى بتلك الحالة يبدأ يتخبط ويختار جانبا من الجوانب لعل ذلك الجانب بالتدريد يصبح عادة ولعله كان أمرا سيئا اختيارا غير موافق لكن تحول هذا الاختيار غير موافق إلى عادة ومن ثم إلى ثقافة ولكن بالنسبة إلى الإسلام لكل شيء هناك نظام وحكم وبيان بشكل عام أو خاص فلم يكن هناك مجال لدخول عادات غير سليمة وإذا دخلت عادات غير سليمة يتبين وواضح للمتدين أن هذه العادة غير السليمة تعارض الإسلام وتعارض القرآن ولذا نحن الآن نشاهد أن في بعض المجتمعات الإسلامية ومع الأسف هناك عادات سيئة ولكن الأكثر إن لم نقل الجميع يعلم بأن هذه العادة تعارض الإسلام وهذا العلم بتعارض هذه العادة إلى الإسلام أن ينضم إليه عمل وتبليغ يمكن إزالة تلك العادة السيئة ونحن شاهدنا أيضا كانت هناك عادات سيئة لدى بعض المجتمعات الإسلامية بالوعظ والإرشاد والبيان تم إصلاح الأمر ولو جزئيا يعني قابلية وإمكانية الإصلاح موجودة لأن المصادر الدينية قد بيّنت بشكل كلي أو جزئي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد ويمكن تطبيق هذا العادة على تلك النصوص فإن وافقتها فبها وإن عارضتها واضح هذه المعارضة فبناء على ذلك المعلم الثالث من معالم الثقافة الإسلامية هي شمولها لجميع مناحي ومرافق الحياة المعلم الرابع لمعالم الثقافة الإسلامية الأصيلة هو أن هذه الثقافة تسخر جميع السبل والأساليب المشروعة لانتشارها لأنه كما نعلم الثقافة إلها حالة من التمدد وحالة من الانتشار وهذه الحالة من التمدد والانتشار قد تكون بأساليب غير سليمة وأساليب غير صحيحة وأكثر الثقافات المستوردة وثقافات شعوب غير المسلمة من هذا القبيل يستفاد لتمددها ولانتشارها من الأساليب غير السليمة والأساليب غير الصحيحة لأنها في كثير من مفرداتها تخالف الفترة ولأنها تخالف الفترة تواجه بالرافض من الشعوب الأخرى فنشرها بحاجة إلى استعمال أساليب وأدوات غير سليمة وغير صحيحة لكي تتمدد في المجتمعات الأخرى في الحالة الإسلامية هذا الأمر مرفوض الحديث الشريف لا يطاع الله من حيث يعصاه أن الإنسان الذي يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل إلى طاعة الله عز وجل عن طريق المعصية البعض يقول نحن بهذه المعصية نصل إلى الطاعة أو ذاك الذي كان يسرق الخبز والرمان ثم يتصدق بهذا الخبز والرمان إلى الفقراء يتصور أنه بتصدقه للفقراء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فرده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له سرقتك معصية وإعطاءك مال الغير للفقير معصية ثانية لأنه يجب عليك أن ترجع مال الغير إلى صاحبه لا أن تعطيه إلى شخصا آخر لا يطاع الله من حيث يعصى الآية الشريفة أيضا تقول إنما يتقبل الله من المتقين الإنسان إذا لم يكن له تقوى لم يتورع عمله حتى إذا كان يريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ذلك العمل مقربا إلى الله عز وجل لأن العمل الذي يصدر من المتقي الذي اتخذ الأساليب المشروعة والطرق المشروعة هذا العمل يقبل لا من غيره ولذا في الإسلام الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة هذا الأمر مرفوض بشكل نهائي وبشكل مطلق فيجب في الإسلام أن تكون الغاية غاية سليمة وصحيحة والوسيلة إلى تلك الغاية أيضا يجب أن تكون سليمة وصحيحة ولذا نشاهد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد مقتل الخليفة الثاني حينما اجتمع أهل الشورى ستة نفرات اجتمعوا في المسجد فقال عبد الرحمن بن عوف إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أمدد يدك لأبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين هنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لا بل بايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه لا على سيرة الشيخين كتاب الله سنة رسوله واجتهاد رأيه لأن سيرة الشيخين ليست من مصادر التشريع في الإسلام مصدر التشريع على القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله أما اجتهادات الآخرين ليست من مصادر التشريع واجتهاد رأيي أنا الشيء الذي رأيته صحيحا حتى إذا كان مخالفا لسيرة الشيخين أنا أعمل به فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفان أمدد يدك لأبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقبل عثمان هذا الآمر وكان 13 عاما حاكما على المسلمين زين الإمام علي بن أبي طالب إذا في ذلك اليوم كان يقول كلام يقبل البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين وبعد أن وصل إلى السلطة واستحكم كان يرفض سيرة الشيخين هذا الأمر مرفوض من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه كان يستلزم الكذب يكذب في يوم الشورى وبعد ذلك يكون حاكما ويعمل كما يشاء هذا مرفوض عند أمير المؤمنين لأن الإسلام لا يجوز أن الإنسان يصل إلى غاية بأية وسيلة كانت يقول تصل إلى الغاية المشروعة بالوسيلة المشروعة وحتى حينما بعد مقتل عثمان بايع الناس أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخلافة فأمير المؤمنين أراد عزل معاوية فبعض أصحاب الإمام أشاروا على الإمام باستبقاء معاوية قالوا ما معنى أنه الآن أنت في أول السلطة والحكومة قواعد السلطة ليست مثبتة ونعلم أن معاوية سوف يرفض عزله فأنت الآن ثبته فلما قويت قواعد السلطة لديك حينئذ اعزله الإمام رفض هذا الأمر لماذا لأنه ما كان يريد أن يمضي على الأعمال التي كان يرتكبها معاوية ما كان يريد أن يعطي شرعية لتلك الأعمال ولو أدى هذا إلى بغي معاوية ولو أدى إلى ذلك إلى أن تقوم حرب صفين وحتى أمير الممين عليه الصلاة والسلام كان يساوي في العطاء فلما اعترض عليه أنت بهذه الطريقة تفقد الكبراء الأشراف الشخصيات وهؤلاء يلتحقون بمعاوية لأنه يشتريهم بأموال طائلة فبدل من أن يشتريهم معاوية بأموال طائلة أنت اشترهم بتلك الأموال الإمام عليه الصلاة والسلام كان يرفض كان يقول ما معناه كما ورد في نهج البلاغة ليس معاوية أدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولكنه يغدر ويفجر ولا أريد لا أطلب النصر بالجور لا أريد أن أنتصر نصرا سياسيا ولكن على حساب عقيدتي وعلى حساب مبدئي البعض لا يعلم سر عمل أمير المؤمنين يقول لماذا أمير المؤمنين ما كان يداهن ما كان يعمل بعض الأمور حتى يتمكن من القضاء على أعدائه مما عمله عمله معاوية ووصل إلى ما كان يريد هذا الشخص الذي يفكر بهذه الطريقة يريد أن يكون علي معاوية أنت إذا تحب هذه الأعمال التي كان يعملها معاوية من الغدر والفجور والقاتل وما إلى ذلك إذا تحب هذه الأعمال فاتبع معاوية كما أن بعض الناس اتبعون معاوية ويترضون عليه لأنهم يحبون هذه الأعمال التي كان يعملها لكن إذا أنت تحب علي ابن أبي طالب فإنما لأجل مثله ولأجل التزامه بمرضات الله سبحانه وتعالى ولأجل أنه لم يكن يطلب النصر بالجور ولو كان يريد أن يطلب النصر بالجور لكان كمعاوية وحشاه ذلك لم يكن فرق بينهما وحال الدنيا هكذا كثير من السلاطين يتعارضون على السلطة السياسية ويستعملون جميع الأساليب غير المشروعة وأحدهما ينتصر على الثاني ولكن هؤلاء الذين يعملون هكذا أعمال يذهبون إلى مزولة التاريخ في قطع النظر عن عذاب الله في الآخرة نرجع إلى كلامنا المعلم الثالث من معالم الثقافة الإسلامية أو المعلم الرابع هو أن هذه الثقافة تستفيد من جميع السبل المشروعة للتمدد وللانتشار وتستثمر الطوارئ المختلفة التي في حالة الطوارئ يرجع الإنسان إلى فترته لأنه الإنسان ينقطع عن التعلقات المادية ويرتبط لا شعوريا بالله سبحانه وتعالى تستثر هذه الحالة الطارئة للتمدد استثمارا سليما واستثمارا صحيحا ولذا نحن نجد أن الثقافة الإسلامية لها حضور جدا قوي وجدا واسع وجدا فاعل في حالات الطوارئ لماذا؟ لأنها ولأن المشرع سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله لطفا بالعباد جعل هذه الثقافة بحيثية وبكيفية أنها لها قابلية التمدد وفي الأوقات الحرجة التي أحوج ما يكون الإنسان لتلك الثقافة تبرز نفسها بكل قوة وبكل فعالية ولكن بالطرق المشروعة فهي مشروعة والطريق إليها مشروع والغاية لا تبرر الوسيلة ولذا نحن نجد أن بعض الذين يعيشون في مجتمعات غير إسلامية وفي بعض الأحيان يتنازلون عن بعض الثقافات الإسلامية الأصيلة الواجب الالتزام بها هؤلاء لا يتمكنون من إحداث تغيير في تلك المجتمعات لأنه يتصور أنه بتلونه بلونهم يتمكن من أن ينشر الثقافة الإسلامية فيه التلون بلونهم هذا عمل غير صحيح وغير سليم وغير مشروع لا يمكن عن هذه الطريقة أن تنشر الثقافة الإسلامية إن شاء الله في حلقة قادمة نواصل الحديث بإذنه تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات